تستعد هيئة البحرين للثقافة والآثار مطلع شهر أكتوبر المقبل لافتتاح مشاركتها في أكسبو 2020 دبي متمثلة في الجناح الوطني لمملكة البحرين الكثافة تنسج الفرص الذي يحمل إلى العالم عراقة التراث والثقافة البحرينية عبر برنامج حافل بالفعاليات ويشهد يوم الافتتاح في الأول من أكتوبر تأتشين معرض البحر أول معارض الجناح الوطني في الأكسبو والذي تنظمه هيئة الثقافة بالتعاون مع معهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة دانات وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة إن أجمل ما في مشاركة مملكة البحرين في أكسبو 2020 دبي هو العمل المشترك ما بين جهات مختلفة من أجل الترويج لما نمتلكه من إرث حضاري عريق وأكدت معاليها أن الطابع الأول الذي سيشكله معرض البحر في جناح البحرين الوطني سيعمل كمقدمة لزوار الجناح القادمين من أنحاء العالم لتعريفهم بحكاية المملكة مع البحر منذ عصر حضارة دلمون وحتى ذروة اقتصاد تجارة اللؤلؤ في البحرين وصولا إلى اليوم حيث تم تسجيل موقع مسار اللؤلؤ شاهد على اقتصاد جزيرة في مدينة المحرق على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مشيرة إلى أن الجناح سيمنح كافة المشاركين فيه من المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرهم من الشركاء فرصا متعددة تعزز مكانة البحرين على كافة الصعود ترجمة نانسي قنقر